السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين مرحبا بكم مهتبعي إبداع التدريس مع أمري كانت مننا إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا إلحقكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة اللهم إنا نسألك بحق نبيك الحبيب أن ترفع عنا هذا الوباء يا أرحمة الرحيمين يا دجلال والإكرام إذن دائما نشكر جميع المهتبعات الغاليات ونرحب بالمشتركات الجديدات ولم زال ما اشتركت في القناة تفاعل جرس باش دائما يوصلها جديدي في مجال التدريس إذا هنا إن شاء الله هادو هما الألوان باش خدمت اختاريت اللون موف خدمت بموتار دوموف فاتح واخدر خزي فاتح مع الخيط النحاسي هادو هما الأرقام ديرهم بالنسبة لأخوات اللي بغوا ياخدوا نفس الألوان هادو هما الأرقام كما كتشوفوا هنا في الشاشة وإذا جب الله ملقيتوش أي لون يعني اختاروا اللون ليقريب لي يعني ما تأكدوش وما تحكروش على الرقم بالضبط يعني ممكن يكون متفاوت غير شوية نمشيو الخدمة إن شاء الله ونشوفوا التفاصيل باش خدمناها إذن على بركة الله نبدو الخدمة دينا إن شاء الله كما كتلاحظوا هاد الرشمة دي هادي كلها مخدمة بالوريقات ووريقات ديال تدوى المرمى يعني فرصة اللي بنات اللي مازال ما كيتقنوا تدوى المرمى يخدموا هاد الرشمة هادي وإن شاء الله يلقوا النتيجة اللي بغوا إذن دائما الوريقات كان خدموهم بالعرض ديال العراد يعني ما كان نقصوش يطلق كان ديروا التركيز على الطريقة باش ندوى المرمى يعني طريقة باش ندوى المرمى هي عاليش خص النركز تركز أي وحدة باش تخدم الوريقات كنخدم بالعرض يعني كان نتلقى العراد كنضغط عليها بالركوبة ديالي ومن بعد كندوى غيب الخاطر هاد الوريقات هادو ما تيكونوش طوال تيكونوص صغار يعني تقريبا كتكون فيهم 11 مليمتر يعني باش كتعطينا الجمالية ديال الرشمة ودائما بقفر الدول يا البال في أي رشمة طريقة لكي نتروسها يعني كان الرشمة بعض الأحيان ما كان فوتش الرشيم ديالها يعني كان احترم جميع المقيس ديال الرشمة وكان الرشمة اللي ما عليش كان نخرجوا على الرشمة هنا الوريقات كما تلاحظوا دائما كان بدو ملتحت ونطلقوا العراض نجيب حل نصف دائرة كان نوصل لفوق بحيلا كان نتقل شوية ونعود نهبط بالترزة ديال الوريقة اذا كما تلاحظون هنا في الاخير دائما كان ندير ديك كان نمشي ونجي في الترزة بحيلا كان نتقل في الخيط يعني باش ميتحلش اذا مرة اخرى قد تشوفوا هاد الوريقات هادو قراب على بعضياتهم باحجام قريبة يعني مبعدش بزاف يعني التطبيقات اللي كانت صيف توريا كنشوفهم سواء في الخاص في الواتساب ولا في الخاص ديال فيسبوك يعني ما كتحترموش المقاييس بالضبط يعني اسكم تردو البد للرشمة الوريقات مجموعين نخدموهم مجموعين إذا كانوا مفرقين نخدموهم مفرقين هاد العريش هادا غادي نخدموه بحال شكل ديال تشنيف ونخدمة ديالنا دائما نتقلوها ونعطيبو الخاطر وبالنسبة اللي عندها المشكل ديال المطور ديال الماكينة ما الأحسن أنها تبدلو إن شاء الله تحسن الظروف وتقد يعني ويرفع الله البلاء وتاخد المطور الصامت يعني أحسن حاجة تاخد المطور الصامت لأنه هو قد تحكمي أكثر كيكون عندك السرعة اللي بغاديك تحكمي فيها مرحة بشكل ديال هادا نخدم البلد الحرير نفعل全部 الخضر أو لخزي فاتح هادا الرشما هادا كما شرطواها غاديها أتو مرحة بصغر رشمتها على جيه من جهة التركيز يعني ممكن أنك تخدمي عن تنصطق يعني كيف ما بغيتيها أو لا تخدميها من جهة التركيز جوج كي يكونوا ميلين وحتى كتكون فوق لكم يعني أي وحدات تفنن في طريقة في رحطة دي الرشمة وفي رحطة دي الطرزة يعني كيف ما بغتها وتختار الألوان اللي بغت يعني ممكن هاد الألوان هادو ما غاديش يعجبو كليانة اللي غا تخدمي لها ولا ما يعجبوك شنتي اللي غادي تلبسي هادو فقط أنا يعني اختاريتهم عجبوني هكا في الموف أن الأدواق وتختلف وتجيح تفلون واحد مزيان يعني تجوف أولا هكا في لون ديال السقلي إذن هنا غادي نكملو الوريقات ديالنا إن شاء الله باش ندوزو نخدمو بالمونتارد والسقلي والخدمات ديال السقلي هي الأساس تردو لها البال طريقة باش فينيت الترزة بالنسبة لهذا الرسومات هادو 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 الرشيم هادو أنا أول مرة كنحطوه على اليوتيوب يعني ما زال محتمت به نهائيا وبالنسبة الاخوات اللي كيسولوني على يعني اللي بغاوا يدفع لي الخدمة انا حاليا ما كان ما عنديش لحق ان اني نشد الخدمة فهذا الظروف هذي ان شاء الله ملي رفع الله البلاء اه ويكون خير ومرحبة باي وحدة ان شاء الله انا غادي ناخد المونطارد يعني الطريقة باش ختمت في هذا العريش هاد ومن بعدها بطل تحت بخيطة رقيقة بحال هالتفاصيل لخص المتعلمات يردو ليهم البيع عندنا دائما انا كنقول لكم انكم تكون عندكم دقة لمراحظة در غا تشوفي هاد العريش هادا غادي نخدمه بتضبال المرمى لان انا بغيت يكون عامر وعريض انا غادي نقيه لان الفينيسيون ديرو متجمع لي فيه الحرير العريش مليوم بتيكون رقيق يعني ما كان نوحلوش معه في تضبال المرمى كيجيني ساهر في الخدمة ديالو غير كان نقصوه من العراض وتكون عندنا الخفة في التدوار يعني باش تجيبي الدائرة اولا دي كنسف دائرة ديال الخنيجر تجينا مزيان يعني ممكن كتشوفوا بانان الطريقة باش كنحط الالوان يعني كتحطي واحد لون تيكون مجهد كيما كنقولو تيبان مزيان كتحطي فيها غير شي توشيات يعني كتحطي فيها غير شي حاجة قليلة باش يبين لك الرشمر يعني باش ما تكونش لك ترزاء اولا الوان ما يكونوش لك طافيين يعني مجرد ان هاد المونتارد هذا يعني دخلته واعطالي واحد للمسة غير يعني الموف مع المونتارد اصلا كيجو يعني كيجو مزياني هنا غادي نعمل الوريقات ديالي كلهم بالاخطفاء بالنحاسي ندخل عريشات ارقي وقين مبين للوريقات تنتفى صير بسيطة كتخليك تعترونك وجمالية للرشمة ديالنا اولا الترزاء ديالنا تنتفى صورة هاد اه اه لخني جراء على تريقة باش آر خدمو يعني كاتخدمي الوحيد لبلاثة كاتكون عريضة ورقيقة والنصف الاخر دياليكون اه رقيق يعني الوحيد للبلاثة كاتكون عمره عريضه عفوين والبلاثة التانية كاتكون رقيقه هذا خطنت ورقيق هذا كيجي سهل يجبس تكون عندك الدقة والتحكم في التدوار دي المرمى أنها تحركي المرمى بطلقة يعني كتحكمي فيها ونكمل الوريقات ديالنا لعلى أشكال ديال الورضة هنا ما بغيتش ديال الورضة العادية اللي ولفنا لأننا كينين بعض الكليانات أو بعض الناس اللي ما كيبغيوش نيائيا الرش ما تكون فيها ورضة يعني تكون غير على عرش ووريقات اشتركوا في القناة الله اشتركوا في القناة در كما تلاحظوا بأن خنيجرة درناه معراض وخنيجرة درناه مرقاق لأن هات الشكل دي سيكون بحل هكا البوكي ديال الفلور تيجي إذا كما قلت لكم هاد الشكل ديال الرشي من تيكم هاش شكل ديال البوكي ديال الفلور كيبغي هاد النوع ديال العرش إذا هنا على ما أظن أننا نكملنا الترزا ديالنا كانت من إن شاء الله أنها الترزا أولا هاد اللوينات اللي اختارت لكم في اللون تيال موف إنا لوا الإعجاب ديالكم وإن شاء الله هادي تشوفوا أكثر من الرشماء وطريقة تطريز إن شاء الله ذلك كما قتلاحظو هنا بينت الرشماء بلاسة ديال التركيز يعني كدريبوز ورشماء غادي تبان لك الشكل نهائي ديال الفلور كما قتلاحظوه وتشوفوا طريقة ديال الخيوط ديال الحرير كيفاش مخدمة الترزا إذا لنا لقاء في فيديو آخر إن شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر